اول حالة شعرف كبير انا احترفت المتده الرابع للقصة دي جهة فاسمكناس اللي تيرعى اول حاجة بالعناية السلامية لصاحب جلال المؤمنين لحمد السلامي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تنظن بان هذه اول خرجة اللي اه في ارض الوطن اللي ادنها عمد استثمار فيها تنظن بان الجهات تزخر بمؤهلات عالية بنية احتية جد ايجابية الشباب واعد بغير يخدم ان شاء الله احنا بجيتنا كوزارة تدني تاقدي في السمار بيتيح في السمار حتى نعملو في جدية باش نحسطمونا في العمال اه شركاء بينا في جهة غيرين والساعدين ارضا ان جميع السلاميات بوحد عمال ايجابي ومجميل موجودة عند اطول العمال في ايام وميوز اسابيع المقبلة باش نحن يتفعيل باش نقفوا جميعا على عمل نتعاملون الجهود لحفظوا استثمار في هذه المنطقة هذه المنطقة لديها تاريخ عميق وعريق وتسهل أنها تكون في المراتبين إن شاء الله هذه الجهات المعنية المحلية عندها تصور جد إيجابي وعارفين كثيراً بينات مصلح لدينا واحد العمل التي تدارك الوزارة لتحفيز استثمار في مراتب المريض وتنعملوا على تحسين وناخ الأعمال وبالتالي نكونوا يد وحدة للمسؤولين في الجهة نحن كوزارة إن شاء الله هذه علاقة جداً مشرفة للمنطقات كما قلت مدينة عريقة أو المنطقة عريقة لازم أنها تكون في المستوى عالي المرآة دي المغرب على الصعيد العالمي إن شاء الله نحن نقومين إلى واحد تناهور عالمية كأس العالم أفين ثلاثين لدينا واحد فرص كبيرة فرص استثمارية وطنية وأجنبية تنظل بأننا لدينا واحد مسؤولية كبيرة كلنا باش دلوية تفيد واش تحقوا إن شاء الله تذكر رؤية لتينا نقومين بها صح جاناً إن شاء الله 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 شكراً شكراً المترجم للقناة 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة